في البداية كالعادة احنا نتطمن على فريق الكورة ونتطمن على كل حاجة داخل الفريق الاستعدادات شكلها عامل ازاي مين غاب مين شارك اصابات اخبار ايه كل ده نعرفه من زميلي النقد الرياضي الاستاذ احمد نادر من موقع عبطلات وستاذ احمد برحب بحضرتك أعلم بيك ابت مشاهده وكل استاذ المشاهدين وستاذ احمد طب مننا النهاردة التدريب كان في ايه مين مصاب مين جاهز كابتن احمد ايوب اللي لعبته ايه كل الكلام ده عايزين نعرف بالفعل يا كابتن النهاردة 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 النادي الاهلي يستقن في تدريبات الفريق اللي موجد في رحونات بنسويس كاس مصر النهاردة كابتن احمد ايوب كان نتكلم على اللعيبة واكد لهم على اهمية موقعات الكاس وان اللعبة متستثيلش موقعات الكاس واني دايما بتبقى فيها مفاجهات وكده وحارث ان هو يركز على الحيثة دي كمان النهاردة التمرين برضو شهد مشاركة مشاركة شاركة مصام عشور ومطالح اجمع بعض التدريبات البدنية بجرد من التدريبات البدنية يعني كمان النهاردة اقرم توفيقا يعد بعض التدريبات الهدية برضو والتدريم كمان النهاردة شهد غياب محمد نجيب عنده بس شوية ألام الحوض كمان شهد غياب احمد وجامر عن مرات النهاردة عنده شد شوية في الأنقل دي كان أفضل الحاجات النهاردة اللي كانت موجودة للغيابات واللعيوة طيب الحالة المعنوية للفريق احنا عارفين كان في نتيجة سلبية في بطولة أفريقيا ولكن زي ما قلت من شوية قدر الله ما شاء فعل هنشتغل هنبتدي نشتغل من تاني نساعد ندعم من تاني كل الكلام ده اللاعبين أكيد انت شفتهم الحال المعنوية بتاعتهم ميه؟ لا الحال المعنوية اللعيبة كويسة جدا وكما كان كابتن سيطام البدري كان نتكلم مع اللعيبة قبل ما يسافر كنده وقبل ما اللعيبة ترجع كمان ولهم نحاول ننسى البطولة العضوعة مننا وان شاء الله نقدر نعوذها الفترة السنة الجاية ونركز في المشاوات الجاية وكما كابتن أحمد أيوب وكابتن سيد عبد حفيز وعضاء الجازل سنة جملهم اتكلموا على اللعيبة ولهم نحاول ننسى المباراة ونركز في المباراة الجاية وبالفعل ده اللي ظهر على اللعيبة مراني فريق أمت والنهاردة كمان المعنويات كويسة اللعيبة بتشارك بشكل كويس كمان فيه استقتيمة النهاردة اللعيبة شاركت وقدت بشكل كويس جدا هو بس زي ما قلت لحدك بس ميدو جابر كان عنده بس شد وعنده جهات في وطر أقيلة استعلمنا أو التهابات بس الدكتور خالد محمول طمم بعد استمرين وعلنا ان هو ان شاء الله بكرة هيشارك بشكل طبيعي مش هيبقى حاجة بإذن الله بس لأسف محمد مجيز مش يقدر يلعب المباراة ويتأكد عيابه عن المباراة لكن عندنا ان شاء الله عبدالله الشامي ممكن يكون الزهور الأول ليه أو ممكن يكون عيما أشرف كمان موجود بإذن الله كمان النهاردة برضو حاجة حابة ضيفها كابتن المهندس محمود طهر حاضر النهاردة التمرين عشان يأذر اللعيبة ويسندهم قبل ماشي قبل ماشي في لفنة دينسويق بيحاول برضو يعني بموجودنا لا والله هو كان فيه فعلا كابتن شادي حالة حزن تخيم على النادي الفترة اللي فاتت طبعا خصا بعد ثابت لقب دوري أبطال أفطفيا وانت عارف ان لقب زي دوري أبطال أفطفيا ناس كلها جمهير النادي الأهلي هو المحبب اللي ده جمهير النادي الأهلي لكن برضو يعني في حالة حزن لكن برضو نازل تتكلم اللعيبة عملت اللي عليها مجلة الإدارة يدري يسند ويساعد اللعيبة على قد ويقدر لكن كلنا طبعا عارفين الظروف اللي كانت حصلت في المبرات والإصابات الظروف التحكمية والحاجات دي كلها هي اللي أصدر بسا الناس يعني ساهمة الحاجات دي كلها بتتكلم فيها وبيلتمسوا العوض للمجلس الإدارة واللعيبة كلهم وان شاء الله أملهم في ان الفريق بموجود السنة جاي ان شاء الله ويقدر يكمل في البطولة بشكل كويس وان شاء الله نقدر نحصل عليها بإذن الله ان شاء الله عايز تديف أي حاجة تانية أبو حميد لا تمام يكفي في انشاءة دي بس اللعيبة ان شاء الله ربنا يكلم كده المرش التجاي ما يستسهلوش في المرش التليفونة الدنيس ويف وده اللي أكد عليه برضو بقوله تاني أكد عليه الجهاز الفني واللعيبة كمان عندها الحت دي واللعيبة عارفة الموضوع ده كويس كلهم مركزين ان شاء الله ربنا يكلمنا بإذن الله في المرش التجاي ان شاء الله أستاذ أحمد نادر من موقع بطولات بشكل حضرتك شكرا جزيلا دايما الناس بتشارك معنا تروح التدريبات بتبقى موجودة احترم جدا الناس اللي هي بتكتب وهي موجودة أمام عنيها كل حاجة فعشان كده في البداية بنحب دايما نطمن جماهير النادي الأهلي على أخبار الفريق كمانا عايزة